اشتركوا في القناة اشهد حضرة صاحب الجلالاء العاهل المفدى بالاجراءات الاحترازية والتدابير الاستباقية وبالتعاون الاستثنائي الذي اظهره شعب مملكة البحرين العزيز مع المؤسسات الحكومية التي عملت باقصى طاقات الجاهزية في موجهة ومكافحة انتشار فيروس كورونا قائلا جلالته رعاه الله نثمن عاليا ونشيد بما نراه من عمل وطني مخلص ومتواصل يسعدنا بما يمتاز به من دقة وصبر ومثابرة للتصدي لجائحة فيروس كورونا بقيادة ابننا العزيز البار ولي العهد وكافة افراد فريق البحرين الواحد من مواطنين ومقمين وندعو الجميع بان يواصلوا عزمهم والتزامهم لتحقيق كافة النتائج المرجوة بعون الله وتوفيقه وأكد جلالة العاهل المفدى أن مملكة البحرين حكومة وشعبا واجهت بعزيمة وبإرادة وثبات تحديات الطروف النقاسية التي فرضتها هذه الجائحة العالمية وحرصت على التخفيف من حدة وطأتها بتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة عكاساتها على المستوى المحلي بما يراعي ويحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقمين بالتوازي مع العمل على استمرار عجلة الازدهار والتقدم تحقيقا لمساعد تنمية المستدامة لصالح المواطنين وذلك بإطلاقنا البرامج والمبادرات التي تضمنتها الحزمة المالية والاقتصادية ورسمت البحرين في إدارتها لأزمة جائحات الكورونا قصة نجاح لفتت انتباه العالم في التكيف والتحكم في تحديات الظروف الاستثنائية التي فرضتها الجائحة دون مصاعب تذكر ودون فرض قيود على حرية الانتقال أو اللجوء إلى عزل أو إغلاق مناطق حتى هذه اللحظة بعد ذلك هنأ حضرة صاحب الجلالة العهد المفدى المملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا باليوم الوطني التسعين متمنيا جلالته للمملكة الشقيقة مزيدا من الرفعة والتقدم والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود وأن يديم المولى عز وجل عليها نعمة الأمن والاستقرار لما تشكله المملكة العربية السعودية من ركيزة أساسية وعمق استراتيجي هام للدول العربية والإسلامية وثقل عالميا مميز مؤكدا جلالته رعاه الله أن اليوم الوطني السعودي يجسد عراقة الدولة السعودية وتاريخها المشرف بعدها تطرق حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى إلى توقيع إعلان تايد السلام الذي جرى في واشنطن مؤخرا والذي جاء انطلاقا من رؤية مملكة البحرين لإقامة السلام الشامل واعتباره خيارا استراتيجيا لدفع عملية السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط مما يساهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين وأكد جلالته بأن التوقيع على إعلان تايد السلام إنجاز تاريخي مهم على طريق تحقيق السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط وتحقيق تطلعات شعوبها بالأمن والاستقرار والازدهار والنماء بمختلف دياناتهم وترسيخ روح التعايش التي عرفت بها مملكة البحرين دائما قائلا جللته رعاه الله من بين الأهداف التي ارتأيناها وسعينا من أجلها من خلال إعلان تايد السلام هو أن يدرك العالم بأن السلام هو رسالتنا وخيارنا الاستراتيجي وأن التسامح والتعايش يشكلان أحد أهم سمات هويتنا البحرينية الأصيلة فنحن متسامحون ومحبون للسلام والتعايش وأن التعايش الحقيقي والسلام الحقيقي هما الذان يستندان على تقبل الآخر وهو جوهر المواطن البحريني وما يتمتع به منذ الأزل ونحن نفاخر بين الأمم بأن شعبنا وبشهادة الجميع هو من أطيب شعوب الأرض وهذه الطيبة جعلت بين البحرين منارة للتنوع الفكري والثقافي والديني والمذهبي وأعرب جلالة العاهل المفدى عن الاعتزاز بالترحيب العربي والدول الواسع لتأييد خطوة مملكة البحرين بشأن إعلان تأييد السلام ولاتخاذها خطوات من شأنها إحلال السلام في الشرق الأوسط وقال جلالة حفظه الله ورعاه يسعدنا الترحيب الواسع الكبير بهذه الخطوة التاريخية والتي كسبنا فيها العالم ولاقت دعم وإشادة من مختلف قارات العالم ودوله ومنظماته فإننا نؤكد بأن خطواتنا نحو السلام والإزدهار ليست موجهة ضد أي كيان أو قوة بل هي لصالح الجميع وتهدف إلى حسن الجوار والعمل من أجله مجددا جلالة العاهل المفدى أيده الله التأكيد على موقف مملكة البحرين الثابت والدائم من القضية الفلسطينية وبالتزامها على تحقيق حل الدولتين الذي يتضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وفقا لمبادرة السلام العربية وبأمر من جلالته قدم سعادة وزير الخارجية تقريرا بشأن مراسم التوقيع على إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل والتوقيع على معاهدة السلام بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل التي جرت في البيت الأبيض بواشنطن في الخامس عشر من سبتمبر 2020 ترجمة نانسي قنقر